اشتركوا في القناة ايه امرك استاذ بابا انت متأكد بلا ما نعمل مشكلة مع ريم اللي يا كبشو لساة عم تحكي خلاص لا تفكري بحل الموضوع اذا صارت اي مشكلة اهلا وسهلا مادام اهلين فيك ميلاد الحمدل على السلامة تسلمي يا مادام وينه صاحب هذا المحل؟ بالمكتب روح خبره؟ لا ما في داعي انا رايحة جو عاني شي مرتبي بتحبي يجهز لك شي؟ لا يسلموا بعدين انا بأمرك مثل ما بدك وهي حطي التوقيعي كتير نيح خلصنا؟ اي خلصنا يلا مبروك عليك يا بنتي وهلا يا بنتي صرت صاحبة شركة كبيرة شكرا كتير بابا خير شو عم تعملوا؟ ما في اي شي مهم شو يتأشغالوا اعمالوا هيك اصاص الحمدل على السلامة يا ملك حبيبي يعني ما لك صارت صاحبة الشركة؟ معناها هلا انت صرت غنية مو هيك؟ الفضل كله لبابا جلال مبروك عن جد هذا النجاح كتير كبير وانت به العمر بابا خلينا نلغيها يا القصة الله يخليك انت شوفي شغلك يلا طلعوا من هون ماشي جلال ممكن تقلي هالقصة شو بتعني؟ يا وردتي انا مو رأي ابدا اليوم ماشي بنتك اللي متبنية فوتت عالمدارس وصارت محامية واشتريت لها بيت وسيارة واشتريت لها ودللت كتير كمان فهمت بس فيك تشرح لي شو يعني تسجل الشركة بي اسمها؟ حكيلي شو المشكلة يا روحي؟ في عندك ابن وعندك مرة مو لازم تفكر فيهم على القليلة؟ وليلي هلا انحنا شو ناقصنا؟ مو هيك القصة هلا اطلعت من السجن يا جلال وحياتك دائما بتكون بخطر كبير انا خايفة يصير معنا شي شغلي يعني حبيبتي نحنا شو اللي وصلنا لهن؟ كيف يعني؟ اسمعني حبيبي بدي منك طلب واحد وهو انه تفهمني هاي السر واللي انت جمعتها خلال كل هاي السنين كيف بتستغني عنه وبتعطيه لبنت مو بنتك يا جلال؟ هاي بتكون ملك 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 فيك تقلي مين هاي ملك؟ هاي مجرد بنت فقيرة مرمية بالشارع لوقت انت جبتها لعندك وربيتها عم بسأل حالي عطول ليش دائما ملك الى معاملة خاصة؟ مين ما كانت؟ انت يا ريت ما تدخلي بشغلي اكيد في شغلات انا بعرفة وانت ما بتعرفيها لحتى عم اعمل هيك شي شو اللي بتعرفه حضرتك؟ انا كمان بدي اعرف لا تدخلي بشغلي فهمتي؟ خليكي بحالك اذا موليوم اكيد بكرة هي رح تلاقي واحد متلو تتزوجه ورح يكون فيه حدا غريب عم يستغل السرو اللي لازم تكون لابني لازم تفكر بالموضوع فكر فيه اشتركوا في القناة